مخالف ده يعمل لنا عدة مشاكل كبيرة جدا مشكلة الاولى انت بتهدر موارد بتهدر الموارد غذائية يعني احنا في امس الحاجة والعالم دلوقت في ظل ازمة المناخ اكتر مشكلة هو ايه الغذاء يعني الحرارة بتبوز المحصول دلوقتي الزيادة بالمية هتقل وبالتالي انت مشكلة الغذاء مشكلة عالمية وبالتالي انا النهاردة لما اجي اهدر هذا الغذاء وارمي ده مشكلة كبيرة جدا فدي نقطة نقطة التانية انك بتطلع مخالفات والمخالفات دي بتسبب البينها مشاكل كتير جدا سبب بقى اولا سانيوكسيد الكربونة اللي بيطلع من الحرق حاجة تانية حضرتك بتشوف كم من الحشرات والحيوانات اللي في الشارع كتيرة جدا ليه الاكل موجود في الشارع ده حتى حضرتك سلوك الحيوان اختلف كان القط بيجري ورا الفارع عشان يمسيكو دلوقتي ده مش محتاج يجري ورا فارعن بقى فيه سلام دائم بين القط والفارعن عدي قدامه بيعملوا باي باي لان هو عنده الاكل قدامه الزبط عنده الاكل فاذا هو غيرت حتى الطبيعة البيولوجية احيانا بين وبالتالي انت عندك مشكلة تانية في هذا الاطار اذا عندك امراض بتزيد لان هذه الحشرات بتسبب امراض اخطر كمان من كده ان الهوى نفسه بيتلوز والهوى ده مصدر اساسي للاستنشاق الانسان بياخده في كل حياته يعني اذا عندنا اكتر من مشكلة بتسببها هذه المخلفات اللي موجودة في الشارع وموجودة في البيوت فابسط حاجة اول نبدأ بيها الادارة المتكاملة للمخلفات هي الفصل من المنبع ليه بقى بنقول للناس كده وببساطة شديدة جدا انت السلة الاولية تحط فيها الحاجات المتبقيات اللي هي جاية من القشر مش من الاكل يعني قشر برتقان قشر موز الحاجات دي كلها ده احسن سماد ممكن نستخدمه لو تفصل لوحده حلو سماد رائع مفوش اي حاجات لا بلاستيك ولا حديد ولا اي حاجة حلو ياخده الراجل جامع القمامة او الشركة اللي هتيجي هتاخده توديعة مصنع السماد يعمل سماد ممتاز جدا ازمة الدنيا دلوقتي كمان السماد يعني السماد دوت عشان التغيرات اللي حصلة والحرب اللي في اوكرانيا والبتاع والحاجات دي كلها فيها مشاكل كدير اشتركوا في القناة